اشتركوا في القناة مجالات التعليم والتدريب والدراسات والبحوث ونشر المعرفة وذلك ضمن الاتفاقيات التي تسعى من خلالها الأمالة العامة لمجلس التعاون إلى تعزيز تكامل الجهود والتنسيق في الجانب التعليمي والمعرفي بين دول مجلس التعاون هذا وقد أشاد سعادة الوزير بحرص الأمالة العامة للمجلس على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود في المجال التعليمي والبحث العلمي ومد الجسور مع المؤسسات التعليمية ومراكز البحوث من أجل تحقيق الأهداف التعليمية المشتركة من جهاتها شهد معالي الأستاذ جاسم حمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمستوى الأكاديمي المتقدم لجامعة البحرين بالإضافة إلى دورها الواضح في وضع الخطط والبرامج والدراسات التي تساهم في تنمية وتعزيز القدرات الوطنية البحرينية ومؤكدا أن الأملة العامة لمجلس التعاون تسعى للاستفادة القصوى من هذه المذكرة عبر تفعيلها المباشر تحقيقا للأهداف المشتركة